السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم مشاهدينا الكرام وردنا فيديو جديد عندي للنهاردة شرح لبرنامج فيفا كات طبعا ده برنامج منتاج بس دي طبعا النسخة المدفوعة تلاقوا الرابط بتاع النسخة المدفوعة في الوصف طبعا مع اول حيات طبعا عشان تختار فيديو عشان تبتدي هتدوس على خلق تمام هيجي لك كل فيديوهات بتاعتك تمام كده مساء احنا نختار الفيديو ده هتدوس التالي ممكن تختار اكتر ومقطع وبعد ما فيش اي مشكلة بس طبعا انا ايه? عايز مقطع واحد طيب يا جماعة نيجي لاول حاجة واللي اي حد بيستعملها في المنتاج واهم حاجة وهي القص ان انت تقص حاجة يعني في الاول او حتى في وسط الفيديو تمام? فهنيجي اول حاجة انت تعلم القص طبعا شايفين المقص اللي تحت دوت اللي تحتيه كلمة انقسم انا بس هندلوقتي ان شغل الفيديو تمام? عايز اقصي انا امدايس انقسم بالزبط وهو شغال ما فيش اي مشكلة طيب طيب خلاص بقى انا قصت الحتة دي ده بقى مقطع لوحده زلو شايفين كده دوسنا عليه ده ست ثانية لوحده والمقطع باقي يعني الفيديو خلاص اول واحده برضو فده انت مثلا ان انت لو عايز تحركه تخليه الاول فتقوم دايس عليه تاكة طويلة وتبدله اهو كده لو رحنا في الاخر هنلاقي ان ده ايه الاول طيب عايزة لغي عايزة لغيه خالص مش عايزة يكون موجود تمام? هتقوم جاي على حسف تمام? كلمة حسف دي تقوم جاي عليها وانت برضو دايس ايه? عالمقطع. لما كده مش هتلاقيها. الناس بتدوسها عالمقطع تمام? هتقوم دايس حاسو. تمام? نيجي بقى للي هي اهم شوية من القصف الاول ان انت تقصف وسط الفيديو ودي بتبقى صعبه شوية. بس هنا برضو سألة ان انت ممكن بقى تعمل ايه? يعني شايف الفيديو ده تمام? انت تقدر ان انت تخلي الفيديو ايه? المكسور الثانية قوي. تمام? ازا انت شايف كده ايه? خمسة وخمسة من عشرة. خمسة وستة من عشرة. خمسة وستة من عشرة وتقدر انت تخلي الفيديو كله زي انتم شايفين كده يعني ايه دي اصغر حاجة تقدر تخلي عليها الفيديو تمام طبعا انت لو عايز القص يعني يبقى مظبوط قوي يعني وممكن تخليها بالله ايه بالسواء تمام كده كده برضو مش هتكون وعشة حتى لو اقل يعني حتى لو كده انت برضو مع السمع وانت بتسمع مسلا عايز تقص هنا بالزبط اهو اول ما صفر قمت قصص مسلا خلص السفارة عايز تقص تاني اهو تقوم جاي المقطع ده مسلا مش عايز السفارة انت عايز المقطع يفضل موجود بس مش عايز السفارة هتيجي عند كلمة صامت تمام لو قعدنا الحتة دي تاني بقاش في صوت تمام اهو اول ما بتدينا نقص على طول ما بقاش في صوت طيب عايز ترجع الصوت برضو تدوس على المقطع هو اهو وتدوس غير صامت وممكن تعلي الصوت اكتر من الطبيعي يعني مثلا الصوت الطبيعي مثلا انتم سمعين كده نقدر نخلي الصوت الصفارة ده يبقى اعلى تمام نخليه الحجم بتاع الصوت متين في المية فلو رجعنا تاني لاحظته لاحظته فرق الصفارة الاولى من الصفارة التانية اللي هي في الاصل اهي صفارة يعني صوت الصفارة اعلى تمام لو انا مسلا عايز ان انا اقرر المقطع تمام انا قصت الحتة دي مسلا وعايزة تتكرر مرة تاني تمام هتقوم جاي دايس عليها برضو هتقوم جاي كرر تمام اهي بقيت موجودة تاني تقدر بقى انت تتصرف في المقطع التاني ده لوحده خالص عايز تقلل الصوت بقى عايز تعمله اصلا صامت خالص عايز تكرره هو كمان عايز تخليه يمشي مسلا بالعكس عايز السرعة تزيد سراعة تزيد سراعة وتقل براحتك خالص طيب انا نجي الحاجة اللي بعدية وهي الكتابة في الفيديو تمام انت مسلا دلوقتي اهو عايز تكتب هنا تقوم دايس مص تمام ومسلا هنكتب اي حاجة اي حاجة تمام اهو عايز بقى تخليها قدي اي دي بتاعتك انت عايز تخليها تلت سرعوني زي ما هي عايز مسلا تطولها شوية تخليها مسلا لحد اخر الفيديو ما فيش مشكلة عايز تخليها لحد هنا مسلا اهو تمام ومسلا انت دلوقتي طيب كتبت هنا عايز تكتب في نفس الوقت هتقوم جاي على برضو ايه نص تمام في هنا بقى حاجة حلوة اورلالكو دلوقتي تمام احنا كتبنا مسلا الكلام ده دلوقتي انت عايزو ايجي بالزبط مع الكتابة التانية هتقوم جاي ايه هتمشي الورا الكتابة هتلاقيها متعاملة كده حركة هتحس انت با اهو شفتوا اللي هي راحت كده حس انها مغناطيس اهو راحت مع ايه الكتابة اللي بعدها تقدر طبعا انت هتخليها قابليها كمان حتى لو ماشي بالعكس يعني اهو رايح لقدام هي بتروح اوتوماتيك للكتابة اللي هي في نفس الوقت عشان يقومها الاتنين يظهروا في نفس الوقت تمام طبعا يعني حاجات برضو واضحة شوية لها اللون دي طبعا انت تقدر تعملها تمام اهو هنا ده برضو في كزا لون وهنا في كزا لون وطبعا الخطوط مختلفة واشكال مختلفة وازالتو شايفين كده نخلي بس ايه الوان واضحة شوية علشان تشوفوها خطوط بقى ايه موجود كل يعني خطوط كتيرة جدا بس طبعا يعني للأسف بالنسبة للعربي مفيش خطوط كتيرة طيب لو حبينا بقى ان احنا يعني ايه نخلي الخط ده مسلا انا دلوقتي الكلام ده تمام عايز اخليه فوق شوية يعني في وسط الفيديو ما وشغال احركه لفوق احركه لتحت تمام هتقوم انت دايس دلوقتي عالكتابة تمام هتقوم جاي عند ايه محرك الرسوم المتحركة هتدوس عليها دي تمام كده انت مسلا دلوقتي عايز في السانية دي زي ما هو تمام تقوم ماشي ثانية كده دلوقتي مسلا عايزه فوق شوية تقوم دايس عالسهم اللي في الفوق ده هتلاقيه بتدى ان هو ايه يطلع زي انت شايف كده تده يطلع تمام جيت بعدي هتقوم جايش مال تمام اهو بعديها لتحت مسلا في نفس نفس السانية ما فيش اي مشكلة وبعديها لفوق تاني وتقدر تحركها اي حركة انت عايزها طيب لو جينا نشوف الحركة بتاعت الكتابة دي نشوفها كده مع بعض شايفين يعني ايه اتحركت زي ما انت عايز بالزبط اهو نفس الحركة عايز تحركها تاني مثلا لتحت قوي عشان تتأكد ان هي بتتحرك مظبوط او كده اهو تمام 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 تم بقى ان انت مسلا الاتنين في نفس الوقت لو دست على حرف تي ده هيجيب لك التاني دست عليه تاني هيجيب لك التاني تستطيع تتصرف كل واحدة لوحدة اهو ملاحظتو كتابة تطاير طبعا جمع برضو في حاجة كتير جدا بيستقديموها وهي اضافة موسيقى طبعا عندك هنا كلمة موسيقى اللي تحت تمام اهي دي نفس هي هي اضافة موسيقى اللي هنا دي فيه هنا بقى الموسيقى اللي انت محملتهاش او اللي هي موجودة على البرنامج تمام فيه موسيقى كتيرة جدا بأنواع مختلفة ودي الموسيقى اللي انت حملته من على البرنامج تمام احنا لو حملنا الموسيقى دي مثلا وجينا هنا تمام اهو بقيت الموسيقى اللي اسماعي دي موجودة هنا طب دي طبعا بقى الموسيقى بتاعتك انت طيب مسلا احنا دلوقتي اضيفنا الموسيقى اللي هي تمام بقيت شغالة مع الفيديو بس انت مسلا عايز توطيها شوية زي ما انت شايف برضو في الحاج تقدر تقللها تقدر برضو تخليها امتين في المية ما فيش اي اي مشكلة تقدر تشيلها خالص تمام موجود برضو كل حاجة بس بقى بالنسبة ليه التكرار فانت تضطر ان انت تكررها بالزبط بالثانية دي للأسف حاجة مش موجود يعنيش في البرنامج ان انت تكرر الموسيقى الا بنفسك بس معلن الفيديو ده اصلا دقيقة فالموسيقى مش هنقدر نكررها طيب اجمع مسلا دلوقتي انا ايه خليت بس المقطع صامت شوية وبرضو هنوطي اللونية شوية طمام عايزين مسلا دلوقتي ان احنا نجيب الحاجات في طاعة اليوتيوب اللي هي اللايك اه تفعيل زر الجرز الاشتراك الحاجات دي كلها هتيجي عند ملصق تمام هتدوس على ملصق تاني تمام في طبعا الاسهم دي برضو كتير بيستعملوها مسلا ده مسلا بيشاور مسلا على اساس ايه تعمل لايك مسلا سبسكرايب اي حاجة وبرضو نفس الحكاية بالنسبة للسهم ده تمام وفي حاجات كتيرة جدا تمام نخش بقى على الحاجات بتاعت اليوتيوب اللي انت اصلا جاي عشانها تمام هتروح للخانة اللي هي اس ان اس هتلاقي على طول تفعيل زر الجرز و اه السبسكرايب دي ودي وعندك برضو مسلا هنا حاجات الانستجرام اللي هي اه كل حاجة موجودة برضو تقريبا دي تويتر او حاجة كده وده اللايك زي متش شايفين برضو كل الحاجات دي لما مع بعض لما تدوس عليها كل حاجة هتظهر لوحدها يعني بالترتيب وبرضو تقدر انت تطول فيهم وتأثر فيهم مفيش اي مشكلة انا برضو طولت مسلا اللايك ده تمام طولته شوية طيب انا عايز اطول حاجة برضو معها في نفس المدة يعني هتيجي برضو نفس الكتابة ايوة هتلاقي كانون انت بتمشي برضو ايه او ما بتوصل على طول بتحس في فيبراشن فكده الاتنين هيخلصوا مع بعض اللي هو السهم اللي مثلا ايه هتلاقي السهم بيشاور اهو الاتنين دول خلصوا مع بعض او الحاجتين اللي احنا كنا ايوة بتاعت الانستجرام ومتاعت اللايك الاتنين خلصوا مع بعض في نفس الوقت زي متو شفتوا كده وطبعا برضو عندنا هنا الافكتات تمام اه اللي هي جنب موسيقى وجنب مولسك في النص ما بينهم تمام هتلاقي برضو حاجات كتيرة جدا موجودة برضو سبابها كانت في النسخة البرو او في العادية كده كده هتلاقي موجودة لان دي نسخة البرو وبردو لو دخلت على الملسك عشان برضو تتأكدوا ان دي نسخة برو تمام طيب مثلا عندنا هنا في الملسكات الاموشن ده مثلا اللي بيعاية ده او اللي هو حزين ده برو تمام انا محمله هحملكوا واحد تاني مثلا اهو عندنا اللي هو الواو ده اهو او حملناه اهو نقدر نضيفه عادي خالص تمام وبردو بالنسبة لنسخة البرو فتقدر انت تضيف فيديو اكتر ان خمس دقايق النسخة العادية ما ينفعش تضيف فيديو اكتر من خمس دقايق طيب برضو يعني كده يكون خلصنا حاجات كتيرة جدا فلو في حاجة تانية مثلا عايزين نشرحها عندنا مرضو هنا مثلا ايه؟ الغطاء الغطاء دي طبعا ان انت تضيف فيديو فوق فيديو انت مثلا عايز تضيف الفيديو ده تمام؟ برضو بيقول لك انا لو عايز تضيف جزء معين بس مش عايز تضيفه كله انت مثلا دوقتي عايز تضيفه كله فتدوس اضافة تحدده كله وطبعا تقدر ان انت تتكلم وتخبره وتصغره وتعمل كل حاجة وكمان ممكن انت تخليه يعني اخف من كده شوية تمام؟ لو جينا هنا للغموض تمام؟ زي انتم شايفين كده ابتدى ان هو ما يبانش قوي كده المية دي اللي هي الحاجة الطبيعية وبعد كده بتقل بقى لصفر عشان ما يبانش قوي تمام؟ يعني مثلا انت عايز تحط الفيديو ده اهو كده مثلا وفي نفس الوقت اللي وراي بان فانت تقوم مخففه كده اساس ان يبان ايه؟ اهو زي ما انتم شايفين زي ما انتم شايفين كده كله بان تمام؟ نيجي برضو الحاجة اللي بعديها صورة برضو تقدر تضيف صورة طيب مثلا عندنا هنا الصورة دي تمام؟ الصورة دي مثلا انا عايزين ان احنا برضو نفس الحركة نخليها خفيفة شوية تمام؟ عساس مسلا ايه؟ ان التلاتة في نفس الوقت يبقوا باينين زي متوا شايفين كده السفارة او الفيديو العادي مع الخروف ده مع ان الصورة كل حاجة ظهرت اتمنى ان انا اكون افدتكم لو في اي حاجة عايز تعرفها تاني او مش فاهمة دي طبع الاساسيات بس انت در تكتشف حاجات برضو في البرنامج كتيرة تمام؟ ممكن حاجات برضو اكون انا مش عارفها بس برضو عشان انا كزا حد قال لي يعني عايزي في البرنامج ده وطريقته وفاكرينه ان هو صعب بس هو مش صعب خالص هو سهل خالص زي متو شايفين كده اه برضو في حاجة كويس ان انا فتكرتها دلوقتي اللايك ده مسلا عندنا تمام؟ نجيله بس كده اهو اللايك ده اللايك ده وحش يعني بصص لحية الشمال كده انت عايز تغيره وتخليه يعني زي اللايك العادي هتقوم شايفين كده جماعة المسلسين المسلسين اللي تحت اليمين دول اهو اهو مسلسين تحت اليمين هتقوم دايز سأليم برضو عشان اوضح لكو اكتر تمامي جماعة كده اكيد شفتو المسلس ده اهو طيب اجمع اكيد كده شفت المسلس اهو اللي تحت اليمين ده اه لو دست عليه هتدوس عليه كده اللايك تغير مكانه تقدر تخليه كمان ديسلايك مثلا تمام زيبه شايفين كده لايك ديسلايك كل حاجة يمين وشماله فوق وتحته كل الحاجات كده برضو الصورة كمان الصورة ممكن تخليها تغير تجهل فوق ولا تحت يمين شمال والفيديو برضو اللي هو بيبقى غطاء تمام كل حاجة يعني هنا موجودة في البنامي تقدر تكتشف حاجات اكتر بكتير جدا وبناميك صراحة حلو جدا اتلاقوا رابط النسخة المدفوعة في الوصف تنساش تترك في القناة واشترك وفع زر الجرس نجيلك كل جديد ولايك للفيديو لو عجبك والسلام